حنبال على أبوابنا مثل روماني قديم يستخدمه سكان روما إشارة منهم إلى قرب وقوع كارثة ما كاسر هيبة روما والوحش الذي يهوى القتل وسفك الدماء كما يسميه الرومان الرجل الذي طلب منه والده أن يقسم على أن يكون رمحه وسيفه موجها دائما نحو قلب روما ففعل وقد ضمت جعهم هو حنبال ابن حملقار برقة والشهير بهانبال من أعظم القادة العسكريين على مدار التاريخ عسكري قرطاجي في نقي تعود أصوله إلى عائلة بنيقية العريقة وقد ولد هذا القائد المغوار في عام 247 قبل الميلاد وله العديد من الخطط العسكرية والحربية التي تم استخدامها في الكثير من المعارك التي خاضها وبقيت شاهدة على قدراته المتميزة حتى يومنا هذا حيث اكتسح كلا من شمال إفريقيا ومنها انطلق صوب إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا حتى بلغ روما وحاصرها 15 عاما حتى كادت أن تسقط لو لا أن ثار عليه القرطاجيون في القرن الأول قبل الميلاد كان والده هو القائد حملقار الذي قاد القرطاجيين خلال الحرب البونيقية الأولى وللعائلة تاريخ طويل في القيادة العسكرية حيث كان شقيقه ماجو وصدر بعل من أشهر القادة الفينقيين آنذاك عرف عن هانيبال أنه فارس مقدام يتمتع بثقة جنوده فقد تمتع بجرأة غير عادية وقدرات مرتفعة ومتميزة على التخطيط الاستراتيجي والعسكري وفي هذا الشأن أقر القائد الأمريكي نورمان شورازكوف بأنه قد تعلم الكثير من هانيبال حيث طبق العديد من تكتيكاته الشهيرة إبان غزو أمريكا للعراق لن يكتمل الحديث عن عبقرية هانيبال سوى بعد سرد أهم المحطات التي خاضها في حياته والتي كان أبرزها إقدامه على عبور منطقة سلسلة جبال الألب بجنوده ومعركة كاناي حيث أصبح زحف هانيبال وجنوده صوب روما هو أضخم محطة وأكثرها رسوخا في الذاكرة ففي عام 218 قبل الميلاد غادر الجيش القرطاجي إسبانيا بقوة أربعين ألف جنديا وعبروا جميعهم جبال بيرني وسلسلة جبال الألب على مدار خمسة عشر يوما واجهوا خلالها وعورة الطريق وهجوم بعض القبائل المعادية عليهم ولكن في كل مرة كان الجيش القرطاجي ينتصر واجه الخيالة القرطاجيون الخيالة الرومان وتراجعت قواته من المشات ثم تطويق الجنود الرومان فسقط الجيش الروماني بين أيدي الجيش القرطاجي يحاصره من كافة الجوانب وهنا انقض عليهم الخيالة بالمنتصف وفتكوا بهم ثم لاذوا جميعا بالفرار عقب انتصار الجيش القرطاجي ومنى الروم في هذه المعركة بخسائر بشرية فادحة آنذاك استمر بعدها هانيبال في السيطرة على المقاطعات الرومانية وبحلول عام 211 قبل الميلاد كان هانيبال قد حاصر العاصمة الرومانية ولكنه لم ينجح في اختراقها حيث تخلى عنه حلفاؤه ورفضوا امداده بالتعزيزات وفي عام 202 قبل الميلاد انطلقت روما لتشن هجوما قويا على قرطاج بقيادة شيبون الافريقي فواجهه القائد هانيبال بمنطقة زامة ولكنه كان قد وضع في جيشه جنودا جدد لم يستطيع المواجهة ففروا هاربين من ساحة القتال تاركين خلفهم الجنود المتمرسين يواجهون الرومان وحدهم مما ادى الى مقتل وابادة الكثيرين منهم وسقطت قرطاج في ايد الرومان معلنة نهاية الحرب البونيقية الثانية عقب انتهاء الحرب عمل هانيبال على اعادة تطوير قرطاج فتمكن من تعديل الدستور وملاحقة الفساد وسعى كثيرا من اجل تعزيز كافة موارد الدولة مما تسبب في قلق روما نحو ما يجري وشعروا بانها خطة ما لاندلاع حرب اخرى معهم عملت روما على ابعاد هانيبال فما كان من هذا القائد المتمرس سوى اللجوء الى ملك سوريا الذي كان في حرب هو الاخر مع روما ومع هزيمته اراد ان يضع خبرته وكافة افكاره العسكرية في خدمة بلاد الانادول ولكن روما ظلت تلاحقه عقب انتقاله الى سوريا ومارست الكثير من الضغوط على ملكها مما جعل هانيبال يدرك بانه اسير لا محالة فما كان منه سوى ان اقدم على الانتحار عقب ان ارسلت روما في طلبه ليقدم درسا جديدا لجنوده في التعلق بالحرية وعدم الرضوخ الى روما وقد توفى هانيبال عام 182 قبل الميلاد من اعظم المقولات التاريخية سوف نجد حلا او سنصنع واحدا